مرحبا بكم في كوجينة يسرا اليوم شنا نعمل مبعضنا جي نواز مدورة مش بالغسات متاع المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت طعو نحطها لكم في الايل فوق زوز وصفات ناجحة هذي امبو ديفيسين امبو كومبليكي في الخدمة متاحا جس تتعب شوية في اليد اكهو مالو غزوتا الي بخفي هنا اخذت المون متاعي عملتو تنجم تعملو بالفارينة والزبدة وإلا تعملو بالبابيه هكيت بالبابيه بيش نجم يدور معاك وتنجم عنتها تحطو في القلب وبعد نخليه على شيرة لهنا رسيت متاعي اخذت خمسة ابيض متاع عظم نحطيت معهم الرشا مطعم ملح لهنا عندي مئة وعشين جرام سكر سكر طبيعي معاك النورمال مهوش سكر محور لهنا ينبش ناخو نركو ذاك اللبيض هذيك حتى لينا تحصل على غزولتا متاع كلموس هذي بش نعملها انا اغوماتي زي بالكافي انتي تحب تحط فاني تحب تحط اي اغوم تحب عليه غديك الخمسة لاصفر متاع العظم هذيك خمسين جرام متاع زبدة ذيبة والهنية عندي مئة وعشرة فانينا مغربلة معاها اربعين جرام متاع كاكاو لازم يكون مر مهوش معناتها سكره ايجا ناخول لك حاجة القاعدة الهنية اذا العظم ممتاعك الكعبات متاعه متوسطين وباهين اذو ما دوسيك غفاني بش نزيدهم من بعد اذا كان العظم ممتاعك معناتها هو يقول لك على القاعدة تعمل كعب عظم باية علي خمسة عشرين جرام وإلا ثلاثين جرام فارينة ما ساعات تكون لكعبات متاع العظم متاعك ما همش كبار وما همش صغار معناتها تولي تنقص في الكمية متاع الفارينة واللي بش تعملها وإلا فارينة وكاكاو على خاطر انبعد راهو تجيك رزينا وما تجيكش بهيا مثلا اذا استعملت خمسة كعبات متاع عظم كبار وبهين تستعمل كمية اللي استعملتها انا كان عندك كعبات صغار تولي تعمل خمسة كعبات عظم عليهم مية وثلاثين جرام معناتها تعمل تسعين جرام متاع فارينة نغمال واربعين جرام متاع كاكاو هكيكا تحب تستعمل هذية وإلا كما قلت لكم نحط لكم الاخرى هذية طو بش نعملو بخل نقعد نزيدو السكر بشوية بشوية حتى ننتحصل على جوغة مغانك لانا بش نحط له لغام دو كافية خاطر ماك تعرفو ريحة العظم تقول تلك نجم تحط اي اغام انتي تحب عليه ونقعد ننكذ حتى لين نتحصل على غيبان بك دوازو هني بعد ما ركفت هذية بش نزيد الأصفر متاع ونقعد هكيكا نركض بالكعبة ولا بالكعبتين حتى لين يتخلط الكل وما بعضه معانتها ما تزيد حتى شي اخر إلا ما يتخلط لك الأصفر هذيك لغوسات متاع الجنواز مختلفين ثم اللي مثلا يعمل لبيذ والأصفر ما بعضه ويحطوا على باماغي ويبدأ يركض فيهم بعد يزيدوا السكر هكيكا بشوية بشوية حتى ننتحصل على غيبان وإلا اللي يعمل البلون واحده والأصفر واحده ويقعد يزيده وإلا معانتها الغوسات هذية اللي تعمل باللبيذ ومبعد تكمل تزيد البغية لهني هذي كل بش نخلطه مع بعضه ومبعد تقعد تزيد هذي المرحلة ليش أنا قدت لكم رهي التعب شوية على خاطر راك ماكش بش تصبوا الكل خاطر كان تصبوا لكل فرد ضربة التكستور متاعك هذيك تتيح وتفقد لهواي لكله وتنويذها مثلا عملت بزيد فارينة وإلا بزيد كاكاو كيف كيف تتيح لك لبريباراتيون ومعانتها وتقعد معانتها لازمك تخلطها كيكا وإيان بلوس تكون غبيت شوية معانتها بش ما تطيحشك اللي غأكلي دخلته الكل بشوية 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 راك كل مرة بش تزيد بشوية بشوية ومبعد نكملوا ما بعضنا طيب بعد ما كملت خلطت الخليط متاعي كلها بش ناخوك الزبدة هذيكا نزيدها أمب من البريباراتيون ما تنجمش تصب الزبدة تو لخاطر تطيح لك التكستور متاعك ثم شكون يحط زبدة وثم شكون يحط كريم فخيش معانتها هذيه شنوه بوغادوسي غلابات وكلي مجيكش معانتها ناشحة شايحة معانتها من داخل كل واحد وشنوه يحب معانتها يحط في البريباراتيون بالنسبة للمول انتي انا المرة هذيه ما نحب هاش جينواز عالية برشا على خاطر نحب نعمل دو بختية كهو في وسطها واللي تعمل معانتها أمبلا أكبر شوية من الفور من الكنتيته هذيه كان انتي معانتها تحبه عالي تولي تاخو أمبلا تو معانتها مول أصغر من اللي انا هذيه يخذيته معانتها حتى راهو المول يتحكم لك في الكبر متاع الجينواز متاعك أسكو تحبها عالية وإلا تحبها لي الفور قاعد يسخن على 160 دقري ما تتسخنوش يسري يسر على خاطر يولي ثم شوك تغميك بالنسبة لقاتو متاعك ويولي يعمل لكك البوس اللي من الفوق شفتو كيتدخل ويبدأ متوسط ما تعملش حتى بوس من فوق يخرج لك معانتها أبلتيها كيكا تنحي تون من المول متاعك تخليها كيكا فان مينو تطل عليه تشوفو طاب واللي قلت لكم رو ما نحبهاش عالية برشا المرة هذيه مش كيمة المرة اللي فاتت تخليها تبرد على روحها ما تقصش الجينواز متاعك بالكل وهي سخونة تتفتفتلك يوم بلوس ما تنجمش تقصها مستوية كيتده سخونة نخليها تبرد تغطيها بيانسور بعد ما تنحيك البخاري ذاك كل بش ما توليش أميت ونقصها هكي أنا قصيتها شفتو كيفاش بتبرك الله مباهية وخفيفة وبيان آيغي وقصتلي معانتها كات تتخونش كيما نحبينها بيانسور لازمك تقص الجينواز بسكينة من شار خاطر كانت تقصها بحاجة أخرى تولي معانتها ما تجيك شباهية هذكم هما اللي غنديل متاعي تقصهم جويدين بيانسور بيش يعطيوك فور ما تحفونا وتنجم تعملهم غرني بالأي حاجة انتي تحب عليها ان شاء الله يا رب وصفتنا اليوم تكون عجبتكم وان شاء الله تبقوها وتكتبو لي عليكم في التعليقات طوام عليكم نقولكم إلى اللقاء ان شاء الله في وصفة قادمة معك جين تسرى وبسلمة